اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على ما حققته الدبلوماسية البحرينية من منجزات عززت من السمعة الطيبة التي تحظى بها المملكة اقليميا ودوليا عبر استمرار تنفيذ وزارة الخارجية لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه مشيدا سموه بجهود معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية طوال مسيرة عمله في الوزارة وما شهدته الوزارة من مواصلة التطوير عبر اشرافه على تنمية الكوادر الوطنية الدبلوماسية بما يخدم العمل الدبلوماسي البحريني جاء ذلك دلقاء سموه حفظه الله بقصر الاقضبية اليوم معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية وبحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حيث عرب سموه عن شكره وتقديره لمعالي وزير الخارجية على ما بدله من جهود قيمة ومساع مقدرة طوال مسيرة عمله بالوزارة متمنيا لمعاليه التوفيق في مهامه المقبلة من جانبه عرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية عن تشرفه بخدمة جلالة الملك المفدى ومملكة البحرين وشعبها العزيز من خلال موقعه كوزير للخارجية عبر ما اطلعت به الوزارة من دور كبير في ترسيخ مواقف المملكة الثابتة إزاء مختلف القضايا وتقديم رؤاها الناعمة لكافة الجهود الدولية بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة مؤكدا معاليه أن المملكة ستواصل العمل على تطوير وتحديث آليات العمل الدبلوماسي بما يلب تطلعات ويحاقق التقدم والازدهار لصالح الوطن وقدم معاليه الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يقدمه سموه من دعم متواصل كان له الدور الكبير فيما تحقق للدبلوماسية البحرينية وتوثيق أواصر العلاقات الدبلوماسية مع كافة الدول الشقيقة والصديقة عبر اهتمامه وحرصه الدائم بهذا الشأن مؤكدا أن الدبلوماسية البحرينية ستواصل نجاحها وفق الثوابت الوطنية والأسس الراسخة متمنيا لمعالي الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كل التوفيق في أداء مهامه ومسؤولياته المقبلة على الوجه الأكمل كوزير للخارجية